السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم أعزائي المشاهدين يتجدد لقاء مع حضرتكم معكم المهندس الزراعي عمري الحداد من قناة الزراع صح النهاردة إن شاء الله حلقة جديدة معلومة مهمة جدا أن نتعرف فيها مع بعض عن نبات يعني معظمنا ما يعرفش عنه أي شيء ولا حتى يسمع عنه أو ربما إن احنا بنشوفه وما بنعرفش إيه هي الثمر دي أو إيه هو اسم هذا النبات وكيف يتم التعامل معاه فإحنا مع بعض النهاردة علشان نتكلم عن نبات مهم جدا موجود في كل الأماكن موجود في معظم الحضائق موجود في معظم الحضائق العامة والخاصة وموجود في الطرقات ولكن للأسف الشديد معظمنا لا يعرف أي شيء عن هذا النبات الشجرة اللي قدام حضراتكم شجرة مسمرة تزهر وبتسمر بتشبه البرجوج ولكن هي ليست مشمش ولا برجوج هي بس بتشبههم النهاردة الشجرة بتاعتنا شجرة دائمة الخضرة اسمها البشملة نوع من أنواع الفكهة بيسمى بالبشملة وأيضا بيطلق عليها أكثر من اسم في ناس بتسميها المشمش الهندي وفي ناس بتسميها البرجوج الياباني وفي ناس بتسميها الزعرورة ولكن هي في الأصل اسمها البشملة نتعرف مع بعض النهاردة عن البشملة وإيه هي فوائدها لأن البشملة بتعالج الكثير من الأمراض اللي بتصيب الإنسان وليها فوائد كثيرة جدا هنتعرف عن طريقة زراعتها نعرف طريقة الري بتاعتها التسميت الأمراض التربة اللي بتنجح زراعة البشملة فيها كل اللي هنعرفه من خلال الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة فبنصحك أنك تتابع الفيديو للنهاية علشان تستفيد بأكبر قدر ممكن من المعلومات ولو أنت أول مرة تشوفنا أول مرة تدخل على قناتنا مش محتاجين من نقر دعمك وتشجيعك لينا انزل تحت اعمل سبسكرا بالقناة فعل الجرس علشان يصلك كل جديد في عالم الزراعة من قناة الزراع صح تعالوا نبدأ حلقتنا مع بعض زي ما حضراتكم شايفين البشملة شجرة تائمة الخضرة زي ما قلنا لها أكثر من اسم بيتم زراعة البشملة عن طريق البزور والتعجيل والترقيد الهوائي ولكن بالنسبة للتعجيل نسبة نجاحه بتكون ضعيفة جدا 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 فعلشان كده احنا بنلجأ إلى الطرقتين بفقط البزور والترقيد الهوائي طبعا هي بتشبه المشمش وبتشبه البرجوج بناخد طبعا البزرة بتكون داخل هذه الصمرة هي دي اللي احنا بعد ما بنشيل الغلاف بتاحها بنبدأ نزرح نفسي طريقة زراعة المشمش والبرجوج والخوخ والفاكهة دي فحضراتكم بالبزور بيتم زراعتها في شهرين فبراير ومارس يعني شهر اثنين وثلاثة طيب بالنسبة للترقيد الهوائي بيتم حمل ترقيد هوائي لتكاثر البشملة في شهرين في السنة كلها شهر ابريل وشهر سبتمبر طيب حضراتكم بالنسبة لتزهير شجرة البشملة موعيد تزهيرها بتكون امتى بتكون في اكتوبر ونوفمبر اما بالنسبة للحصاد فده بيكون في شهر مارس وابريل وبعرف ان الصمرة خلاص استوت لما يتحول لون الصمرة الى اللون البني الغامج فده حضراتكم موعيد الزراعة والتزهير وايضا الحصاد طيب بالنسبة حضراتكم لطريقة الري طبعا من النباتات او من الاشجار اللي هي بتتحمل الجفاف يعني لما اجي اروي حضراتكم لازم الري بتاعي يكون معتدل وده لازم يحصل في اي نبات في الدنيا لما اجي اروي النبات اروي عند جفاف التربة فقط ولما اجي اروي اخلي التربة الرطبة فقط يعني مزاودش كمية الماء لشان بيحصلش عندك اعفان في الجزور بالنسبة للتسميت زيها زي اي نبات في الدنيا بيحتاج للتسميت حنحاول ان احنا نسمدها بسماد الان بي كي المتوازن مرة كل 15 يوم ولما ناجي في مرحلة التزهير والسمار نسمد بسماد الان بي كي عالي البوتاسيوم والفوسفور ونسبة قليلة جدا من النيتروجين لان النيتروجين بيدفع النبات لعملية النمو الخضري وبالتالي هيتساقط الازهار والسمار هيؤثر عليهم جامل طيب بالنسبة للامراض اللي بتصيب البشملة عندك مرض او حشرة بتسمى بالبق الضقيقي ودي بنعالجها عن طريق استخدام المبيدات الطبيعية او الكيميائية وعندين حاجة تاني اسمها التقرح البكتيري او الجرب وده بيتسبب مرض فضلي بيكون سببه رطوبة زيدة في التربة يعني زيادة ري بعد كده حضرتكم التربة اللي بتنجح فيها زراعة البشملة لازم تكون تربة جيدة الصرف يعني ممكن نجيب تربة طينية مع خليط من الرمل يعني نخلط تربة طينية مع الرمل او الرمل مع الكمبوست او الرمل مع البتموس كل هذه التربة بتنجح زراعة البشملة فيها طيب ناجي الاخر شيء وهو الامراض اللي بتعالجها نبات البشملة نبات البشملة نبات او فكهة لها فوائد كثيرة جدا جدا بتحمي الإنسان من السرطان وبتعمل على تقويت العظام بتعمل أو بتساعد على الهضم وفقدان الوزن بالنسبة للناس اللي وزنها كبير أو وزنها عالي دي البشملة أكل فاكهة البشملة بيساعد على الهضم الزيادة وفقدان الوزن بسهولة جدا أيضا بتعتبر مهدئ لللثة يعني لو عندك التهابات في اللثة بتاعتك عندك التهابات في الأسنان فأيضا بتعتبر كمهدئ ومخدر بالنسبة للالتهابات فهي دي كل شيء عن نبات البشملة من زراعته لحد الحصاد وموعد التزهير والري والتسميد والأمراض والطربة وكذلك وقاء الأمراض اللي بتعالجها نبات البشملة في رب الفيديو يكون عاجب حضراتكم وتكونوا استفدتوا عاجب منه فلو عاجبك الفيديو ما تبخلش علينا انزل تحت من سبسكرا بالقناة فعل الجرس علشان يصل لك كله جديد في عالم الزراعة من قناة الزراع صح شكرا لحضراتكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته